هذا الفيديو الرابع من محاضرات الارم الفيديو الاول كان عن المسلز الثاني كان عن الارتريس والفينز والثالث كان عن النارز لعمليا نزل البرحة هذا الفيديو رح يكون عن الكيبيتال فاسا الكيبيتال فاسا هي هذا الموجود هنا نشوف الفيديو ونتعرف على الكيبيتال فاسا بشكل دقيق موسيقى مساءن وشاو بناتك اللي قاعد يتابعوني مثل ما عرف من بداية الفيديو هذا الفيديو رح يكون عن الكيبيتال فاسا رح نتعرف على البونداريز والكيبيتال فاسا قبل ان بلش بهذا الفيديو ياريت انه تكونون امراجعين او انه حاضرين الفيديوهات السابقة عن الارم لانه اذا ما حاضريهن غالبا ما رح تفهمون جزء كبير من المصطلحات اللي رح نتعامل بياها بهذا الفيديو فاحضروهن وكونوا aware about them وتابعوا هذا الفيديو الكيبيتال فاسا نبلش كـ overview عن الكيبيتال فاسا الكيبيتال فاسا هي عبارة عن منطقة انتقالية ما بين الارم اللي هي الدراء والفور ارم اللي هي الساد بهذا المعنى طيب اه الان من ناحية السبور فيشال شو رح تبين عندي الكيبيتال فاسا كيبيتال فاسا هي المكان اللي اخلي بي السماعة سماعة ما هاي الستاثوسكوب اه سماعة طبية اخلي بيها لما اريد اقيص الضغط اوكي فهي هاي الكيبيتال فاسا رح تبين كـ depression كـ depression on the anterior aspect of the elbow رح تبين كـ depression يعني كحفرة او كمكان يجي طسة كطسة اساسا الكيبيتال فاسا معاناة فاسا معاناة حفرة لهذا المعنى فرح تبين كطسة on the anterior aspect of the elbow باختصار هاي من ناحية من ناحية deeply يعني ناحية deep الناحية العميقة يعني بالعمق شو رح تبين او شو رح تكون it's a space اوكي filled with a variable amount of fat رح تكون عبارة عن space عبارة عن فراغ اه مملي بالمملي بالفات وايضا الـ كيبيتال فاسا رح تكون امبدد بهذا الفات فعمليهم فقط فات يعني كيدي الى contents Neurovascular structures رح تمر من خلال كيبيتال فاسا نفس فكرة ال-axilla ال-permidal space رح يكون فولد بالفات وال-Neurovascular structures والليمفاتيكس رح تكون امبدد بهذا ال-axillary fat نفس الفكرة طيب الآن الباونداريز من ناحية الباونداريز حدود الكيبيتال فاسا الآن هذه هي عبارة عن الكيبيتال ريجن الكيبيتال ريجن اللي هي عبارة عن قبل شوية قال ان الكيبيتال فاسا هي ولكن هي الكيبيتال فاسا هي جزء من الكيبيتال ريجن ولكن عمليا الكيبيتال فاسا ايضا هي لاني رح تحتوي على ال-Neurovascular structures واللي ال-Neurovascular structures رح تمر يعني من ال-arm ال-for arm عن طريق الكيبيتال فاسا فعمليا الكيبيتال ريجن اهم شي بيها هي الكيبيتال فاسا فرح يكون التركيز مباشرة على الكيبيتال فاسا بدل ان يقول ان الكيبيتال فاسا هي جزء من الكيبيتال ريجن فمباشرة ان يقول الكيبيتال فاسا باختصار فهذا المعنى فقط رجل التأشير الى ان الكيبيتال ريجن هي مو فقط الكيبيتال فاسا وانما تحتوي على لاحظ ان هنا زيادة الكيبيتال فاسا مو هذا شكلها رح نشوفها بعد شوية اه عمليا الان خلي نبلش بالبوندريز اول بوردر اللي هو السوبرير بوردر فسوبرير اللي الكيبيتال فاسا رح تتكون من شنو السوبرير بوردر معلتها مكون من شنو مكون من imaginary line imaginary line connecting the medial and lateral epicondiles of the humerus هاي المedial وهذه lateral epicondiles of the humerus بهذا المعنى فهذا الimaginary line هو رح يمثل السوبرير بوردر of the cubital فاسا ننتقل الى المedial بوردر المedial بوردر رح يتكون من شنو رح يتكون من mass of flexor muscles الفلكسر مال الفور ارم فماس من الفلكسر ماصل ولكن الافيرانتلي او السوبرفيشالي الشيء الظاهر من هذه الماس الكتلة العضلية الظاهر من ادها هي عضلة وحدة فقط اللي هي البرونيتر تيرز ماصل فعمليا انه المedial border of the cubital فاسا هو مجموعة من الفلكسر ماصل ولكن اللي يبين من ادها هو فقط البرونيتر تيرز بعض المصادر تقول فقط البرونيتر تيرز ولكن هي مو فقط البرونيتر تيرز لازم نقول انه mass of flexor muscles ولكن particularly او specifically رح يتكون البرونيتر تيرز هاي من ناحية المedial من ناحية اللاترال فلاترالي الكيوبيتر الفوسا رح يكون البوردر مالتها هو عبارة عن عضلة او عبارة عن mass of flexor of extensor muscles الاكستنسر مال من الاكستنسر مصل ولكن الظاهر من ادها هو فقط البركيو رادياليز فعمليا رح نقول انه يعني بعض المصادر تقول انه اللاترال بوردر of the cubital فوسا هو عبارة عن البركيو رادياليز ولكن ايضا احب اشير النقطة ممكن انه انواجهها يمكن ما نفهمها هي مفهومة ولكن خاف ما نفهمها احيانا انه يقول هذه البرونيتر تيرز يقول اللاترال بوردر مالتها حتى يكون دقيقة بكلامه فيقول اللاترال بوردر of brونيتر تيرز هو الميدال بوردر of the cubital فوسا هذا هذا الخط سيكون هو اللاترال بوردر of what of brونيتر تيرز وهو نفس الميدال بوردر of the cubital فوسا ايضا هنا ينطبق نفس الشي فنقول انه احيانا انه يخفي واجهنا هذا الشي فنقول هذا هو عبارة عن الميدال بوردر of the break your radialis ولكن هو نفس اللاترال بوردر of the cubital فوسا بهذا المعنى فاخر شي يأكد على اللاترال بوردر of the cubital فوسا هو عبارة عن of extensor muscles يعني مجموعة من extensor muscles ولكن اللي ينبين من من ناحية superficial هو عبارة عن elabrachio radialis هذه العضلة القوية اللطيفة الجميلة اللي منظرها بالسعاد يكون كلش لطيف طيب الآن ننتقل الروف السطح السطح من شنو متكون مثل ما قاعد نشوف هذه هي الكيوبيتال فوسا عرفنا أنه وهذه brunator tears وهذه brachial radialis وهذا الامجنري لين فعمليا رح تكون هذه هي الكيوبيتال فوسا الآن اللي بحوطها من من جهة من السوبر اللي محوطها أو اللي مغطيها عمليا شن هو بالضبط هو عبارة عن def fascia def fascia of brachial brachial يعني معناها arm brachial جاي من brachial brachial معنات فور ولكن باللاتيني سموها antiprachial الفور arm باللاتيني اسمها antiprachial فالهذا سنقول antiprachial deep fascia deep fascia هي هذه deep fascia اللي هي هاي البيضة يعني البيضة تكون اللي يتغلف دائما رح نشوفها هاي البيضة الموجودة على المصل فهي عبارة عن deep fascia اللي هي عبارة عن connective tissue أيضا يعني بايسبتال ابانيوروس هذا بايسبتال ابانيوروس أيضا هو اساسا البيسبتال ابانيوروس رح يخرج من البايسبس و يعني يكون بنهاية هو يمثل يعني و رح يعني رح يرتبط او رح يكون هو مع ال مع ال مع ال deep fascia اف اف فور ارم بهذا المعنى فهو رح يرتبط يعني اساسا بال فالليهذا السبب هو اكيد رح يكون يعني يعني رح يعمل لل ولكن ايضا ما تحتوي فقط على يعني ال deep fascia رح يحتوي فقط اكيد رح يحتوي على ال و وال هي الطبقة الدهنية فعمليا هذا هو هيا هي السكن و رح يحتوي ايضا على الفات اللي هي سبكة الفات ومن ثم رح يحتوي على deep fascia ولكن ما اعرف صراحة ليش بالمصدر انه باشرة رايح على deep fascia فاني احب صراحة التزم بالمصدر ولكن هو عمليا احنا ما ريد نصف المفروض نصف ال السكن وياها المفروض نصف ال ما اعرف لش هو الفلور يعني الاراضية اراضية مكونة من شنو مكونة من مكونة من هذه هذه المصل بريكيالس مبين منها هاي قلها البركيالس وايضا مكون من سباينيتر مصل سباينيتر مصل هذي هي رح ناخذ ان شاء الله بالمستقبل ورح نفهمها بصيغة اكثر من ناخذ الفور فاماليا هذا كل شي كان عن الباونداريز اخذنا السوبرير لي سوبرير لي مشون متكونة واخذنا لاتر لي مشون متكونة وميدي لي مشون متكونة اخذنا الروف مالتها واخذنا الفلور مالتها ارفنا كل هذه التفاصيل الان احنا حوضتها من كل الجهات الان اني عندي يعني من اهم النقاط اريد افهم محتويات الكيوبيت فوس فال كيوبيت فوس رح تكون عبارة عن terminal part of the brachial artery and the commencement ماناتها بدايات بدايات of its terminal apprentice بعد اليوم حفظتها هاي الكلمة معناتها start معناتها beginning فما ارف ليش صراحة مستخدم هاي الكلمة الجديدة اول ما اتبر علي ولكن ما اعرف ليش مصدر يحب يتفيك براس يعني هنا رح يكون terminal branches مالتا عبارة عن radial and ulnar artery يعني باختصار احنا مسبقا قلنا ان البركيال artery ينتهي بالكوبيت الفوس فمن ينتهي رح يتحول الى ulnar artery و وايضا رح يكون ال accompanying veins ال accompanying veins اكو للبركيال artery طبعا هاي بين لنا الطبعا l-accompany veins تكون deep بالنسبة لبركيال artery تكون غالبا deep recuperations غالبا deep وايضا بالنسبة للradial والألنار artery ايضا رح تكون deep الهن فذني l-accompany veins يكون بنفس الشيث ما اكو شيث يغلف ال vein مع ال artery اوكي l-accompany veins مع ال artery اللي ما فهم شنو قصدي يحضر محاضرة حضرات ال CVS الكارليا فسكولر سيستم بالجنيرال اناتومي حيفهم كل النقاط فاني اللي يهمني الان ك هذا يعتبر وقعد ناخذ كوبيتال فصة اول شي رح تكون عبارة عن ال terminal part of the brachial artery و its branches اللي رح تكون هي عبارة عن الرadial and the ulnar artery will accompany veins مالة طيب النقطة الثانية رح تكون ال median vein هذا هو عبارة عن ال median vein ال median vein رح يكون lateral اللي البرونيط تيرز هي عبارة عن ال medial border او رح تكون ال medial border of the of the cubital فصة وايضا ال medial nerve رح يكون medial لل ال brachial artery ال relative position احنا وكل مكان ال relative position شي جدا مهم اهميته تجيب ال mcq زمن يقول لك ان ال median vein ال median vein فراغ او ال median vein اي ممكن يكون فراغ brachial artery انت هنا تصفن ان اش اكتب لا يعني تكتب لا medial فقط كل الفكرة هاي بالنسبة ال radial nerve رح يكون ما بين brachial muscle و brachial radial لكن شوي لازم يشيل brachial brachial radial lateral 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 brachial رح 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 يكون medial أو post medial post medial المن لل brachial radial muscle رح يكون lateral لل biceps lateral لل tendon of biceps of biceps tendon of biceps brachial و رح يكون أيضا lateral لل tendon of biceps و lateral أيضا لكل البقية طيب آخر شي رح يكون عندي medial cubital vein medial cubital vein اللي هو عبارة عن هذا vein قطعة صغيرة رح تكون موجودة بالcubital فصة من اسم medial medial cubital vein هو هذا vein الموجود هنا اللي رح يكون أكيد superficial المن لكل contents البقية اللي تحدثنا عنهن عن الكubital فصة رح يكون superficial الهن كلهن وهو أكيد يعني هو اساسا subcutaneous subcutaneous يعني موجود بهذا الفات أوكي بهذا الفات فهذا كان كل contents وكل البقية خلاص عندي الفيديو القادم رح يكون عن ومن بعد الارم لما نخلص الارم رح يكون عندنا الفور ارم ولكن ما بين الارم والفور ارم اعتقد رح اخذ شوية اجازة بأتي ومن الدوام رح يبليش فنلتقي بفيديو آخر موسيقى موسيقى